قال مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق إن مجلس الأمن الدولي عجز عن أداء واجبه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وخلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن بشأن غزة شدد مندوب مصر على ضرورة وقف إطلاق النار باعتباره واجبا والتزاما قانونيا يقع على عاطق المجلس استدعو المجموعة العربية مجلس الأمن للنهوض بواجباته ومسؤوليات اهتجاح حفظ السلم والأمن الدوليين وتطالبه في هذا السياق بوقف إطلاق النار الإنساني فورا وفقا لمشروع القرار العربي المطروح أمامكم لحقن الدماء تلك فرصة للمجلس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أكثر من ستين يوما من اندلاع الحرب تشدد المجموعة العربية مجددا لأن المطالبة بوقف إطلاق النار وفتح المعابر والسماح بعبور المساعدات الإنسانية ليست استرحاما أو استعطافا ولكنه حق أصيل من حقوق المدنيين ترجمة نانسي قنقر